سقوط الحزم يتحول سريعاً إلى نكبة كبيرة للسكان المدنيين منذ أن دخلت الميليشيا إلى عاصمة محافظة الجوف عادت أجواء الحرب الأولى التي سادت البلاد منذ ما قبل خمسة أعوام على اللائحة تتصدر أهداف التصفية الطائفية للأفراد والمؤسسات والمنشآت والتجريف الكامل لكل مظاهر الحياة فخلال الساعة الماضية أقدمت الميليشيا على إعدام ثلاث مدنيين بالرصاص في قلب مدينة الحزم بحجة عدم صياعهم لأوامر الجماعة عقب سيطرتها على المدينة دار تعليم القرآن الخيرية في مدينة الحزم تم تفجيرها وتم تفجير عدة منازل تعود لمواطنين وشخصيات مناهضة للجماعة المسلحة توقف مستشفى الحزم عن العمل ولم يسلم طاقمه الطبي من الملاحقة تحت طائلة الاعتقال حيث سجل اعتقال طبيب واحد وعدد من الموظفين في هيئة مستشفى الحزم وسط أنباء تفيد باقتيادهم إلى أماكن غير معروفة سلوك أجبر أعضاء الكادر الطبي للمستشفى على مغادرة مدينة الحزم تجريف كامل لمظاهر الحياة في مدينة الحزم زاد من تفاقمه انسحاب الطواقم والكوادر الطبية والتعليمية وموظفي بقية المرافق الخدمية ومن بين الكوادر المنساحبة هيئة التدريس في كلية التربية والعلوم الإنسانية والتطبيقية وغادرت الحزم أيضا الشركة المالكة للمولدات الكهربائية وتوقف العمل في مشروع سفلة تلمدينة وفي الأثناء تواصل العناصر المسلحة لميليشيا الحوث اقتحام منازل المدنيين بشكل عشوائي والسطو على الممتلكات الخاصة والعامة والقيام بالنهب المتواصل للمقار الحكومية وعسكريا يواصل الجيش الوطني حتى الآن إحكام سيطرته على معظم مديرية خب الشعف الحدودية مع المملكة بالإضافة إلى مناطق في برط وسلب شرقا وجبل صبرين التي تبعد عدة كيلو مترات من جبال العقبة إلى الشمال من مدينة الحزم ويواصل الجيش صد هجمات تنفيدها ميليشيا الحوث إلى الشرق من عاصمة المحافظة ويجبرها على التراجع الشرقي الصفراء والحزم فيما اتجه الوضع الميداني إلى الهدوء جراءه بعاصفة رملية شديدة على معظم صحراء الجوف مصادر في الجيش الوطني أكدت عدم وجود أي تصعيد للميليشيا باتجاه معسكر الليبنات الذي يمثل أحد أهم عسكرة الجيش الوطني في محافظة الجوف